أحب أكرر وأرجوكم الثبتون معاي هذه بأنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة واضح التي يحمل حقيبتها أيًا كانت صفته وقت صدورها كما لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيراً لها متى كانت هذه الأعمال السابقة إخواني هذا كلام المحكمة الدستورية أفادت بأنه لا يجوز مسائلة الوزير عن أعمال سابقة التي توليه الوزارة ولذلك وفقاً لقرار المحكمة الدستورية فأنا أسائل عن الحكومة الحالية فقط بمعنى الأخ المستجوب المحترم يحاسبني عن ساعتين فقط وهي المدة بين أداء القسم في المجلس الموقر أمامكم الساعة عاشرة صباحاً ووقت تقديم الاستجواب الساعة 12 ظهراً ساعتين بس حسب حكم المحكمة الدستورية ليس هذه المخالفة التي شابت هذا الاستجواب فقط هناك عدة مخالفات دستورية ولائحية تستجوب مني عدم المشاركة في تلك المخالفات منها عدم واقعية ودستورية الاستجواب لأنه جاء بخالفاً للمواد 101 من الدستور كما أن العضو خالف المادة 121 من قانون رقم 12 لسنة 63 في شأن اللائحة الداخلية للمجلس الأمة والتي بيّنت التدرّج في استخدام الأدوات الدستورية اللي هي الاستيضاح لاستفهام أسئلة برلمانية ليتأكد العضو من صحة الوقائع ومن حصولها قبل لا يذهب مباشرةً إلى أداة الاستجواب فهل يعقل أو من المنطق أن وزير يؤدي قسمه الساعة 10 صباحاً يقدم له استجواب الساعة 12 ظهراً أي تدرّج باستخدام المواد الدستورية نتحدث عنه ساعتين بس كل اللي قلناه ساعتين